أنا سعيد جدا بالتجربة مع ممثلين من العيار التقيل جدا 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 أستاذة وفاق عامر يعني دي حبيبة قلبي من أهم ممثلات مصر الحقيقة وأنا بقولها أنا الحمد لله كل الناس عارفة أن محمود في قلبه على لسانه لا بجمل ولا حابب أن أنا وفاق عامر خطيرة في صباح الجياش وزي ما الشخصية تكتبت زي ما عملتها الأستاذة وفاق عامر بصراحة أستاذ رياض الخولي ممثل تقيل هو رمانة ميزان هذا العمل حق عرب أستاذة وفاق عامر وأستاذ رياض الخولي فيه ثقة موجودة في العمل وليد فواز أبدع في شخصية رباح دينا فؤاد جميلة وعملة شخصية حنان على أكمل وجه والحقيقة هي كانت أحسن ترشيح في شخصية حنان أنا كان في نجوم تانيين مترشحين قبل دينا وأنا بحمد ربنا أن دينا اللي عملت مش حد تاني الشخصية دي كارولين عزمي ممثلة شطرة جدا بشوشة مكتهدة بتذكر طول وقت بتسأل تقريبا ما فيش يمكن بيعدي غير كارولين بترفع عليه سماعة تلفون هو المشهد ده هل أنت كنت قصد كذا طب الجملة دي كذا بتكتهد عايزة تطور من نفسها عشان تطلع حلوة دنيا المصري إبراهيم السمان أحمد عبدالله محمود محمد أحمد ماهر كل الممثلين علشان ما ننساش حد كله اجتهد في الشخصية أه أستاذ سلوى عثمان أستاذ وفاق ميكي أستاذ سامح السيد اللي عام الغربوي والد حنان احنا في ممثلين يا جماعة موجودين في بيوتهم ما بيشتغلوش بقالهم كتير جدا الحمد لله حولنا أن بعض الممثلين ياخدوا حقهم في حق عرب وده شيء مهم جدا في ممثلين بجد ناس رائعين الناس دي أحد في بيوتهم ما بيشتغلوش لا احنا محتاجينهم احنا محتاجين الناس دي يرجعوا للمسلسلات عشان المشاهد محتاج يشوف ده يبقى عندنا خبرات موجودة والحقيقة احنا اللي استفدنا بوجود الأساذ الممثلين والله احنا كعمل استفدنا بوجود هؤلاء الممثلين رائعين ان شاء الله الحلقة الأخيرة بوعد السادة المشاهدين فيها كام مفاجأة كده يعني هيتبسطوا جدا ان شاء الله